السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي المتابعين ومحبي علم الأبراج والفلك والأرقام النهاردة الفيديو بتاعنا عن أربع أبراج يبختهم زمقات العبقرية الجميلة ماجي فرح شهر نوفمبر شهر السعادة لموليد أربع أبراج مهنيا وعاطفيا يبختك يا محزوز لو كنت واحد منهم تعتبر بداية شهر نوفمبر مثمرة بالنسبة لموليد بعض الأبراج الفلكية وإذا كنت من متابع عالم الفلك هادواتي هنقولك أبرز هذه التوقعات أول حاجة معنا الجوزاء الجوزاء برج خلاق مبتكر بيفكروا باستمرار في تحسين علاقتهم مع الآخرين وبيسعوا لتكوين صداقات وعلاقات جديدة وأفضل حاجة يعني مهنيا تكتشف الآن أن الأهم من ما تعتقده هو تقدير المشاكل والمخاوف اللي بيواجهها مرقوسوك لأن معالجة هذه المخاوف قد تكون مفتاح النجاح ليك طبعا ثانية حاجة برج التور برج التور من الأبراج المبدعة أيضا اللي بتسعى دايما إلى تقوية العلاقات وبناء الروابط الخيرية وضوصية دائرة الحب بينهم على الصعيد المهني عملك يعملك بشكل جيد وعندك كتير من مشاريع ومع ذلك هتظهر اليوم فرصة جديدة يعني في شهر نوفمبر هتكون مفيدة جدا لحياتك المهنية وتزيد من مساحة عملك بالمزيد من المسئوليات كمان الميزان تلت برج معانا من الأبراج الأربعة المحظوظة في نوفمبر الميزان الميزان من الأبراج اللي بتنعم بإعادة علاقات جديدة يمتلك السحر الطبيعي يخليه محط أنظار كل اللي حواليهم يمكن أن تكون هذه الفترة فرصة مثالية لتحسين العلاقات الحالية أو بدء علاقة جديدة مليئة بالتفاهم والتوازن على المستوى المهني إذا كنت تعمل في وظائف تطلب السفر والتواصل الاجتماعي فافذل قصارى جهدك لأنك قد تتمكن من إنشاء شبكات علاقات جيدة جدا مع أشخاص ذوي أهمية كبيرة انتبه لما يحدث حولك ربما يستعد منافسوك لمنافسة شرسة تحتاج للتغلب عليها وتقدم في حياتك المهنية ربع برج معانا العزراء العزراء يعني من الأبراج اللي هتحسن دائرة علاقتها خلال الفترة اللي جاية وعليهم من يما يكتهدوا في استثمار وقتهم بكل ما هو جدي ومفيد على الصعيد المهني من المحتمل أن تتلقى اليوم نصائح مهنية قيمة من شخص مقرب منك وإذا استمعت لهذه النصيحة فمن الممكن أن يكون لها تأثير إيجابي للغاية على مستقبلك ياريت لو وصلتوا للحد دوت يارب تشاركوا في قناتي قناة عبير عامر وتحطوا لايك تحت الفيديو وتشيروا الفيديو لأصحابكم لكل محبي عالم الفلك والأبراج والأرقام ودلوقتي حبيبي المتابعين هقول لكم ليه الناس بتلجأ لتوقعات الأبراج أول حاجة الرغبة في معرفة المستقبل اللي فيه كتير من الناس عندهم فدول بشأن المستقبل بيبحثوا عن أي وسيلة للحصول على نظرة إليهم تاني حاجة الشعور بالراحة فيه البعض بيعنده راحة نفسية دي لما يعتقد بأن فيه قوة خارجية بتؤثر على حياتهم ثلاثة حاجة التسلية البعض بيعتبر أن توقعات الأبراج دي مجرد شكل من أشكال الترفيه والتسلية طب هل يجب أن توقعات الأبراج تصدقها؟ ما فيش دليل علمي يدعم فكرة أن الأبراج يمكن أن تؤثر على شخصيتنا أو مستقبلنا لذلك يجب علينا التعامل مع هذه التوقعات بحذر وعدم الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الهامة في حياتنا فيه نصائح مهمة علماء الفلك يعني لازم يقولوها لكل محب الفلك وعلم الأبراج أول حاجة التركيز على الواقع بدل من التركيز على توقعات الغمضة لازم نركز على الواقع والعمل على تحسين حياتنا ثاني حاجة التفكير النقدي يجب تتعلم التفكير النقدي وتقيم المعلومات قبل ما تصدقها يعني لازم توزن الأمور قبل ما تصدقها ثالث حاجة الاستعانة بالخبراء إذا كنت تواجه أي مشكلة فاستشيل الخبراء المناسبين زي الأطباء أو المستشارين النفسيين في النهاية توقعات الأبراج ممكن تكون مسلية وممتعة ولكن لا يجب أن تؤثر على قراراتنا الحياتية يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا وجهدنا لتحقيق أهدفنا وكمان عشان تكون ناجح وعايز تزود مواردك لفي نصائح بيقدمها لنا الخبراء اللي هم فاهمين مش شرط خبراء الأبراغ في مجال كتير نجحين في مجالات كتيرة إذا بيقولوا إذا رأت تحقيق أحلامك فلازم تكون منضبط ومصابر وشجاع وصاحب رؤية قوية وتلتزم بالعمل الجاد للسنوات ولجانب هذه العوامل لازم تبقى متحمس للغاية فبدون الشعور بالحماس هتعاني من الممطلة والإرهاق وتفقد الاهتمام بهذا الحلم اللي أقسمت على تحويله لواقع كلنا منحتاج الحافز القوي اللي بيستمر في دفعنا للأمام حتى عندما نشعر بالرغبة في الاستسلام هتساعدك نصائح التحفيز من الخبراء عشر نصائح تحفيزية هتساعدك فعلا على النجاح وتحقق كل اللي بتتمنيه أول حاجة احلم أحلام كبيرة إذا كانت أحلامك لا تخيفك فمش هي مش كبيرة للغاية أول نصائحة تحفيزية أن تسعى وراء أحلامك كبيرة عشان تفضل متحمس جدا لازم ترفع مستوى تطلعاتك لأن أنجح الناس اللي نجحوا في العالم واعتمدوا على أشياء كانوا بيعتقدوا الناس أنها مستحيلة لكن هم قدروا بقويتهم وفضل الله طبعا هم يحققوها أيضا الحلم هيمنحك أحلام وأهداف أخرى صغيرة تقدر تقوم بيها لأحلام وأهداف عظيمة كبيرة تاني الحاجة كن فدولي انظر للنجوم وليس الأسفل قدمك حاول تفهم مطارات وتسأل عن ما يجعل الكون موجود لازم تبقى فدولي أيضا ده طبعا الخبراء كتير جدا في علم الفيزياء وفي المهارات التحفيزية قالوا لازم أنساني يبقى فدولي يبقى عنده تطلعات يعرف ويفهم كتير من النظريات وفهمه يتسع للمكان والزمان والكون كمان لازم تبقى فدولي وتسعل تحقيق أهدافك ابحث واهتم بتطبيقات والتقنيات الجديدة تجعل مهمتك أسهل كن فدولي بشأن كمان أفكارك ومعتقداتك وافتراضاتك واسأل دايما عن صحة طريقة قيمك بالأمور هل دي طريقة أفضل اللي انت بتعمله ولا لأ ولا في طريقة أفضل من كده وهل انت ماشى عن مصاري الصحيح ولا لأ ثلاث حاجة حاوت نفسك بأشخاص رائعين لازم تبقى حواليك ناس رائعين لأن طبعا إيه الصاحب ساحب زي ما بيقولوا وأيضا رابع حاجة استغل الإخفاق لتحفيزك للنجاح لازم تستغل اللي انت فشلت فيه إن هو يقضي إلى نجاحك فيما بعد بعد كده هو لأن الإخفاق وخطوة أخرى إلى العظمة دي أوبرا وينفري هي لقالة الكلام ده كمان كل مختلف في طريقين يتشبعوا من الغابة إذا سلكت الطريق اللي ما سلكهوش أحد هو مشكل الفارق ده روبرت فروست هو اللي قالي الكلام ده كمان اقرأ عن الأشخاص النجاحين لازم تقرأ عن الأشخاص اللي نجحوا ونعرف يطردوا لنجحوا إزاي وإيه الخطوات اللي قاموا بيها في حياتهم عشان لازم إنسان يقلد الناس النجحة كمان لازم ناخد خطوة الآن لازم الحاجة اللي أنت مأجلها وعايز تعملها ومكسل تعملها لازم تقوم وتبعد تكسل عنك وتخطوها الآن كمان لازم يعني تتحمل المسئولية الشخصية صحيح أنت بدلاش تغير الظروف أو الفصول أو الرياح ولكن الممكن تغير نفسك فأنت مسئول عن ذلك ده جيم رون اللي قال الكلام ده كمان ساعد للآخرين لأن النجاح مش بتعلق بكمل الفلوص اللي أنت بتلمها لكن كمان بالفارق اللي بتحدثه في حياة الآخرين كمان افعل ما تحب عملك هيمتلق جزء كبير من حياتك والسبيل الوحيد للشعور بالرضا أنت تفعل كل عمل أنت بتحبه